ما الطرق والاستراتيجيات الحديثة التي يمكن أن يستخدمها معلم اللغة العربية في حصة التعبير الكتابي؟ هناك مجموعة من الطرق والاستراتيجيات الحديثة التي يمكن لأي معلم لغة عربية أن يستخدمها عند تنفيذه حصة التعبير الكتابي. من بين هذه الطرق والاستراتيجيات طريقة عمليات الكتابة وهي طريقة تعتمد على تحليل العمليات الفعلية التي يقوم بها الكتاب الخبراء عند الكتابة ثم يتم تعليم هذه العمليات بكل دقة للطلاب حتى يسيروا فيها من أجل الحصول على منتج كتابي جيد. إجراءات طريقة عمليات الكتابة تشمل أولا مرحلة ما قبل الكتابة وفيها يقوم التلميذ بعمل مخطط لكتابة الموضوع ثم مرحلة الكتابة المبدئية وفيها يقوم التلميذ بكتابة مسودة أولية للموضوع ثم مرحلة المراجعة والتعديل وفيها يراجع التلميذ ما كتب بهدف تنقيحه والوصول به إلى أفضل صورة ممكنة. ثم يقوم المتعلم بإعادة كتابة الموضوع ونشره. هناك استراتيجية أخرى وهي طريقة التعلم الإتقاني تستمد هذه الطريقة من المدرسة السلوكية وهي طريقة تستند إلى أن أي مهارة يمكن أن نجزئها إلى مهارات فرعية أقل. ونرتب هذه المهارات بصورة متدرجة بحيث يبدأ التلميذ في التدرب على المهارات البسيطة وينتقل منها إلى المهارات المركبة. على أن لا ينتقل المتعلم من مهارة إلى أخرى إلا إذا أتقن المهارة الأولى إتقانا جيدا. هناك أيضا طريقة التعلم التعاوني وهي طريقة تعتمد على تقسيم الفصل الدراسي إلى مجموعات من الطلاب تضم كل مجموعة عددا من الطلاب المتفوقين والمتوسطين والضعاف في عملية الكتابة. يكلف كل طالب داخل المجموعة بجزء معين في موضوع التعبير عليه أن يكتبه ثم تكتمع المجموعة كلها لمناقشة الأفكار التي قاموا بجمعها. ويبدأون في صياغة المسودة بطريقة جماعية ويقومون بنقد الموضوع المكتوب بطريقة جماعية أيضا. ولا شك أن طريقة التعلم التعاوني توفر للمتعلمين فرصة المشاركة وتبادل الآراء وأن يتحمل كل منهم جزءا من مسؤولية عملية الكتابة. هناك كذلك طريقة المهارات وهي طريقة تعتمد على التدريس المباشر والمكثف والمركز لمهارات التعبير الكتابي. في هذه الطريقة يتم تقسيم موقف الكتابة إلى مجموعة من المهارات المحددة. بعضها يتصل بالجانب الفكري وبعضها يتصل بالجانب اللغوي وبعضها يتصل بالجانب البلاغي وبعضها يتصل بالجانب التنظيمي وجانب الإخراج. يبدأ المعلم في تدريب طلابه على كل جانب من هذه الجوانب بما يشمل من مهارات مختلفة. هذه الطرق الحديثة في تدريس التعبير الكتابي توفر للمتعلم أكثر من اختيار لتنفيذ حصته. ولكن لا بد أن نشير هنا إلى مسألة في غاية الأهمية. لا يمكن لأحد المعلمين أن يأتي ليقرر أن طريقة ما أفضل من بقية الطرق أو أن استراتيجية ما أولى في الاتباع من بقية الاستراتيجيات. كل هذه الطرق مناسبة وكل هذه الطرق تصلح لتدريس التعبير الكتابي. المهم أن يكون المعلم على درجة من الوعي ومن الذكاء ومن اللباقة التربوية حتى يستطيع أن يختار الطريقة المناسبة في الموقف المناسب للمتعلمين المناسبين. وإلا فإن كل طريقة من هذه الطرق يمكن أن لا تنجح في تحقيق الأهداف التي يرصدها المعلم إذا ما استخدمت بطريقة خطأ. إذن عزيزي المعلم عليك أن تفكر دائما أن أمامك عددا كبيرا من الطرق والاستراتيجيات وأن اختيار الطريقة أو الاستراتيجية التي تستند إليها في حصة التعبير الكتابي. هو أمر يجب أن تدقق فيه ويجب أن تستند فيه إلى معايير محددة بحيث تتناسب هذه الطريقة مع طلابك ومع زمن الحصة ومع الموضوع المعطى ومع الإمكانات المتاحة. ترجمة نانسي قنقر